ويعيش السودانيون أزمة طاحنة وكارثة إنسانية بفعل الحرب التي أتمت هي عامها الأول وتسببت في مقتل الألاف وأكبرت أكثر من ثمانية ملايين ونصف مليون شخص على الفرار من منازلهم وأصبح وضع الإمن الغذائي القلق الأكبر للوكالات الإنسانية العاملة في السودان حيث تدفع ظروف غير المستقرة ونقص المساعدات يدفع البلاد إلى حالة من المجاعة ظروف قاسية وأوضاع صعبة يعيشها السودانيون بعد مرور عام على بداية الحرب التي تسببت في مقتل الآلاف وأكبرت أكثر من ثمانية ملايين ونصف المليون شخص على الفرار من منازلهم إلى مناطق أكثر أمناً داخل السودان أو إلى دول مجاورة بجانب خطر الحرب الذي يهدد حياة الآلاف أصبح وضع الأمن الغذائي القلق الأكبر للوكالات الإنسانية العاملة في السودان حيث تدفع ظروف غير المستقرة ونقص المساعدات البلاد إلى حافة المجاعة لأول مرة يحصل في السودان نزوح داخلي بهذا العدد الكبير لولايتنا ولاية كسلة والعدد من ولاية السودان المختلفة مراكز الولاية الآن استضيفنا فيها هذا العدد الكبير بالتأكيد يمكن ما فيها الخدمات بتخلي الأسرة تسكن يعني دعائشنا لقعدنا لكم شهور دي تمانية شهور تعديل في الجزيرة بعد شوية تاني بعد القعادة التي قعدنا فيها عندنا الواردتي طبعا زولة مريضة بالسكري وضغط وطبعا العلاج بيجلل في مشكلة منذ بدء الحرب انهار انتاج الغذاء وتوقفت الواردات وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 45% في أقل من عام وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية المكتب الأممي أكد في تقرير أن حركة المواد الغذائية في جميع انحاء البلاد وخاصة إلى المناطق الريفية والنائية قد تم تقييدها بشدة بسبب الصراع ما دفع أكثر من 37% من السكان إلى مستويات أعلى من أزمة الجوع خلال السنين السابقة وخاصة خلال هذه الأيام من السنة الشهري أمارس وأبريل كانت توجد لدينا الكثير من الحالات سوء التغذية لكن الوضع تغير بعد الحرب وغدوم النازحين لولاية البحر الأحمر لاحظنا زيادة كبيرة في عداد مرضى سوء التغذية وده هاجة طبيعية لظروف الحرب والوضع الاقتصادي الحصل في البلد نعاني من حاجات كثيرة احتياجات كثيرة أهم حاجة لأطفال عندنا أطفال الأطفال اللي بيعان أطفال دارين اللبن الأطفال دارين البنباس الأطفال دارين الماء ودارين الدفع ده كل ما نعاني منه نحو نعاني في العلاجات عندنا أمراض مزمنة المجتمع الدولي حذر من أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتجنب أزمة جوع كارثية في السودان ومنع الوفايات على نطاق واسع والانهيار التامي لسبول العيش ولدفع جهود الاستجابة للاحتياجات الإنسانية طالبت الأمم المتحدة في وقت سابق بتموين بقيمة مليارين وسبعمائة مليون دولار إلى أنها تلقت فقط 155 مليون هي إذن أزمة طحنة وكارثة إنسانية يعيشها السودانيون بفعل الحرب التي أتمت عامها الأول والتي تنظر بمزيد من المعاناة وبكارثة محققة في حال استمرارها لفترة أطول